ثم تقوم صديقي باختيار التوقيت الذي تريد تشغيل فيه الروتر مثلا على الساعة الثامنة صباحا على هذا الشكل مثلا إلى الساعة مثلا العاشرة مساء ينطفئ الروتر بشكل أوتوماتيكي فهذا سوف يفيدك إذا كنت أبو تريد إطفاء الروتر على أبنائك حتى يتصلوا بالواي فاي أو بالأنترنت في الوقت المتأخر من الليل السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من خلالها سأشارك معكم أفضل أربع تطبيقات انرويد اخترتها لكم بعناية ثلاث تطبيقات من طلباتكم فلكي لا نطول عليكم ننتقل مباشرة لشرحين بعد هذا الانترو أهلا وسهلا بكم من جديد ونبدأ بهذا التطبيق الأول تنفيذ الليرابات واحد من المتابعين الأوفياء للقناة تطبيق لتغيير الملابس داخل الصور أفضل من تطبيق فيتروم فهذا التطبيق وجدته بالصفة على متجر جوبلاي سوف أقوم باختيار هذه الصورة الخاصة به سوف أقوم بالتطبيق عليها تغيير الملابس داخل هذا التطبيق لتجرباته أمامكم فكما تلاحظون تم التأشير على اللباس الذي أريده الآن سوف أقوم بالنقر على خيار روفاين ثم أقوم أصدقائي بإصلاح ما يمكن إصلاحه هنا بهذه الطريقة العادة الشكل ثم بعد ذلك أقوم أصدقائي بعمل أو النقر على ما توصحون في الأسفل على اليمين ثم بعد ذلك سوف يعطيني مجموعة من الألبسة لرجال والنساء بما أن الصورة لرجل سوف أقوم باختيار لباس لرجل اللباس الصيفي فسوف أقوم باختيار لباس الصيفي هناك مجموعة من الألبسة الصيفية فعلى سبيل المثل سوف أقوم باختيار هذا الخيار شاهد معي شاهد معي روعة التطبيق الصديقائي تم تغيير اللباس بطريقة احترافية جدا كما تلاحظ فيمكنك صديقي أن تقوم باختيار مجموعة من الخيارات هنا كما تلاحظ فعلى سبيل المثل سوف أقوم باختيار مثلا واحد ماته الألبسة الرجالية سوف أقوم باختيار خيار آخر وليكن مثلا هذا التي شارت شاهد معي صديق المتابع روعة التطبيق شيء لا يصدق هناك مجموعة من الخيارات ويمكنك صديقي أن تقوم بكتابة نوع اللباس عن طريقة داكاء الاستناعي سوف يقوم بتطبيقه على الصورة سواء لرجل أو امرأة عند الانتهاء تقوم بالنقرة على العلامة السامونة لحفظ الصورة على هاتفك التطبيق الثاني هو كذلك من طلب أحد المشتركين على القناة التطبيق يمكنك من التحكم في الراوتر الخاص بك إطفائه وتشغيله بشكل أوتوماتيكي وفي الوقت الذي تريد ويمكنك برمجته خلال الأسبوع بالكامل في الوقت الذي تريد كما تلاحظون وجهة التطبيق على هذا الشكل هنا سوف تجد من يدخل معك في الشباكة الأجهزة المتصلة بالراوتر الخاص بك يمكنك صديقي البحث على أي جهاز غير موجود في منزلك فيمكنك صديقي طرده بالنقرة على بلوك سترانجر دوفايس كذلك سوف نجد مجموعة من الخيارات الأخرى كسبير يمكنك معرفة سرعة وجودة الوايفاي الخاص بك كذلك السينير الخاص به ونسوف نجد مجموعة من الأدوات الأخرى ولكن دعونا صديقي نتوجه إلى راوتر سيتينز يعني إدادات راوتر من خلال هذا الخيار يمكنك صديقي أن تتحكم في الراوتر الخاص بك إطفائه في الوقت الذي تريد وتشغيله في الوقت الذي تريد بشكل أوتوماتيكي ويمكنك اختيار عدد الأيام بالكامل يعني الأسبوع بالكامل ثم تقوم صديقي باختيار مثلا التوقيت فمثلا إذا توجهنا إلى هذا الخيار وايفاي تايمر يمكنك صديقي اختيار مثلا الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة ثم تقوم صديقي باختيار التوقيت الذي تشغيل تريد تشغيل فيه الراوتر مثلا على الساعة الثامنة صباحا على هذا الشكل مثلا إلى الساعة مثلا العاشرة مساء ينطفئ الوايفاي بشكل أوتوماتيكي أو الراوتر بشكل أوتوماتيكي فهذا سوف يفيدك إذا كنت أبو تريد اتفعل الراوتر على أبنائك حتى ليتصلوا بالوايفاي أو بالأنترنت في الوقت المتأخر من الليل فيمكنك صريقي برمجة الراوتر الخاص بك يشتغل وينطفئ بشكل أوتوماتيكي في الوقت الذي تريد إذن هناك ميزة في الأسفل تمكنك من حضر المواقع الغير مرغوبة لحماية عائلتك أو أبنائك من تصفح تلك المواقع فيمكنك إضافة المواقع هنا واحد تلو والأخر في هذه الخانات أي شخص من أفراد عائلتك تصفح أو يريد أن يتصفح ذلك الموقع فلن يتمكن من ذلك لأنك قمت بحجبه على شبكتك أو على الراوتر الخاص بك إضافة إلى ذلك يمكنك التحكم بشبكة الوايفاي الخاص بك بالكامل مع مجموعة من الإعدادات هنا المميزة غير أن التطبيق الثالث من طلب أحد المشتركين في القناة بصراحة لم أتذكر اسم أو تعليقه ولكن طلب مني طريقة حدف الأجزاء الغير مرغوب فيها من الفيديو مثلا شخص تريد حدفه من الفيديو أو مثلا حيوان من الفيديو فيمكنك الاستعانة بعد التطبيق الثالث كيف ذلك؟ تقوم بالنقر على نيوب بروجيكت ثم تقوم باختيار الفيديو اللي تريد بالفعل سبيل المثال سوف نقوم باختيار هذا الفيديو شاهد معي أريد مثلا أن أقوم بحذف هذا الكلب من هذا الفيديو كل ما عليك صديقي وأن تقوم بالنقر على هذا الفيديو بشهد الشكل سوف تجد مجموعة من الأدوات هنا كما تلاحظون هذه الأدوات آي آي ريموف سوف نقوم بالنقر عليها بعد ذلك نقوم بالنقر على خيار براش ثم بعد ذلك سوف نقوم أصدقائي بتأشير على الشخص الذي نريد حدفه من الفيديو مثلا سواء كان إنسان أو حيوان بعد ذلك أصدقائي نقوم بالنقر على خيار بروسيس نعو على هذا الشكل وشاهد معي أصدقائي عندما ينتهي من معالجة الفيديو سوف نجد هذا الكلب تم حدفه من الفيديو وتبقى جودة الفيديو عالية جدا فكما تلاحظون مثلا شاهد معي قبل وبعد هنا كما تلاحظ الصورة على اليسار يعني قبل حدف الكلب وهنا على اليمين بعدما قمنا بحدف الكلب عن طريق هذا التطبيق الرائع كما تلاحظون جودة عالية جدا وباحترافية كما تلاحظون أصدقائي كذلك سوف نجد مجموعة هائلة من الإدادات وكذلك الأدوات المميزة لتحرير الفيديوهات كذلك إضافة الكابشن للفيديوهات بشكل أوتوماتيكي ترجمة الفيديوهات أو دبلجة الفيديوهات مع مجموعة من الخيارات والأدوات الأخرى نمر إلى التطبيق الرابع فهو آلة حاسبة كما تلاحظون ولكن إذا قمنا أصدقائي بإضافة هذا الكود سوف يحولنا إلى واجهة سرية هذه الواجهة يمكنك إخفاء فيها كل ما تريد أن تخشى أن يصل له أي متطفل فكما تلاحظون مثلا في hidden storage يمكنك إضافة الملفات السرية الصور السرية الفيديوهات السرية أو مثلا فيديوهات للعائلة صور للائلة لا تريد أي شخص أن يصل إليه فيمكنك إضافتها في هذا المكان كذلك هناك private note مثلا تريد احتفاظ بمذكرة هنا حتى لا تنساها أو لا تفقدها ولا تريد مثلا أن يصل لها أي شخص فيمكنك تدوينها هنا كما تلاحظ كذلك secret camera فمن خلال هذا الخيار يمكنك صديقي أن تقوم بالتقاط الصور وكذلك الفيديوهات عن طريق هذا التطبيق بشكل سري سواء من الكاميرا الأمامية أو من الكاميرا الخلفية وتفهم باختيار حتى الجودة ويمكنك برمجة التطبيق في الوقت الذي تريد لالتقاط الصورة بشكل أوتوماتيكي أو الفيديو إضافة إلى ذلك سوف نجد voice recorder يمكنك تسجيل المقاطع الصوتية داخل التطبيق لتبقى سرية هنا كذلك انكونيكو براوزر يمكنك تصفح يعني السري داخل التطبيق مباشرة فحتى لا يتمكن أي شخص من معرفة ماذا تصفحت وعلى ماذا بحثت في جوجل هناك أدوات رائعة جدا كاليوكاتريس أو آلة حازبة ذكية ولكن داخلها هذا الكود عند إضافته سوف تجد مكان سر الإخفاء في كل ما تحتاج أن لا يصل عليه أي شخص